بالطبع، حرفي السباكة هو الشخص المتخصص في تركيب وصيانة أنظمة الأنابيب التي تستخدم لنقل المياه الصالحة للشرب، المياه العادمة، والغاز في المباني عندما يعمل السباك على أنابيب المياه الصالحة للشرب يقوم بعدة مهام لضمان تركيب وصيانة الأنابيب بطريقة صحيحة وآمنة أثناء العمل على أنابيب الماء الصالح للشرب يقوم السباك أولاً بفحص المخططات الإنشائية أو إنشاء مخطط خاص به للأنابيب لتحديد الأماكن التي يجب تركيب الأنابيب فيها يقيس المسافات بدقة لضمان أن الأنابيب ستتوافق مع المساحة المتاحة يستخدم السباك أدوات خاصة مثل قواطع الأنابيب والمقصات لقطع الأنابيب إلى الأطوال المطلوبة يقوم بتوصيل الأنابيب مع بعضها البعض باستخدام وصلات خاصة قد تكون وصلات ملحومة أو باستخدام أشريطة أو مواد لاصقة تعتمد على نوع الأنابيب يجب على السباك التأكد من أن الأنابيب المستخدمة نظيفة وآمنة للاستخدام في نقل المياه الصالحة للشرب يتأكد من أن جميع التوصيلات محكمة لمنع تسرب المياه بعد تركيب الأنابيب يقوم السباك باختبار النظام بأكمله عن طريق تمرير الماء من خلال الأنابيب وفحصها للتأكد من عدم وجود تسريبات قد يستخدم السباك أجهزة اختبار الضغط لضمان سلامة الأنابيب تحت ظروف العمل المختلفة إذا كانت هناك مشكلة في الأنابيب مثل تسرب أو انسداد يقوم السباك بتحديد موقع المشكلة وإجراء الإصلاحات اللازمة يقوم باستبدال الأجزاء التالفة أو تنظيف الأنابيب لإعادة النظام إلى العمل بكفاءة يجب على السباك دائماً الالتزام بإجراءات السلامة لضمان حماية نفسه والآخرين أثناء العمل يستخدم السباك